حداد على الذين رحلوا حرقوا عندما كانوا يتأملون الرقود على سرير شفاء من المرض والرقم ليس ضرورة أن يذكر لمجموع حرائق أكلت فرصة الحياة في مستشفى الحسين وقبله ابن الخطيب وبعده في محل تجارية غرب الرمادي تحترق الصحة العراقية فعلا بنيرانا لا تخمد وحرقة شعب لم يكن صيفه صيف كهرباء تحترق وإجساد تحترق ولوعة حرمان تحترق اشتعالا بالأمنيات أما بيوت العزاء كثيرة موشحة بالسواد والبكاء والقهر النازف يجي منهلة بكرانة يريد يعالج نفسها يرجع بتابوت هو وذويه وعائلته واطفاله وين صارها؟ وللحرقة في قلوب أمهات وأباء وأبناء إن كل فقيد فقدوه لم يقرأ تصريحات المسؤولين بعبارات غير مسؤولة يذهب بعضها إلى حد الاستقالة وما يشفي هذا الغليل لا بد إذن من التحقيق يطالب المجروحون ومثلهم مسؤولون طالبوا لكن منهم من أطالوا السجود للكراسي أو للمصالح حتى ترك الشعب بحصرته ومصيره واحتقان دائم قد ينفجر في لحظة عسر خانقة للعراق أيضا عزاء من الجيران والأصدقاء وبعض منهم قد تخلوا عن أهله أو باعوه بثمن بخص دراهم معدودة قيل أيضا منذ أن انفجرت قنينة الأخبار في وجه العالم أجمع أن النصرية احترقت فاشتعلت ساعة الحبوب الجريحة بمطالب أهلها واشتعل العراق حزنا ثم نطقت الحكومة كلمتها بما تعنيه أن الشعب ضحية ضغطا لتحقيق المصالح وهناك صوت سجلت كلماته بلسان مدير صحة النجف أنخذوا حذركم وكأنه يقول أنكم اليوم ممتحنون في اختبار يعيشه العراق منذ سمن خذوا حذركم فالقهر أكبر حجم للمصيب أو لا تبحثوا عن دواء أو مستشفى ربما هو الموت من يريده لكم المخربون في البيوت أو في المشافي أو في السجون في المكاتب أو المتاجر لم يبقى شيء في العراق إلا ويحترق وقد يكون الفاعل بشرا أو على هيئة بشر الناصح في البيت الجانب شكرا